التحدي اللي احنا بتكلم عنه النهاردة تحدي صعب للأسف وبالذات على الزوجة كتير الزوجات بتقول انا معرفتش امته ومعرفتش قد ايه هو كان اماني وقد ايه وكان مهم بالنسبة لي الا بعد فقط بعض الازواج بيكونوا مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا ومتعلقين ببعض في مرحلة من النضوج الزواجي اسمها مرحلة اتحاد المصير فتلاقيهم بيعملوا كل شيء سوا اما بالنسبة للزوج بقى فساعد بنجد بعض الازواج مش قادرين يتجوزوا مرة تانية لنفس الاسباب اللي انا ذكرتها الخاصة بالاولاد وبعضهم بيتزوج لانه مش هيقدر يعيش بدون زوجة فيها اسباب بقى مهمة للازمة اللي بتحدث عند فقد شريك الحياة السبب الاولاني هو التعلق الشديد بشريك الحياة وللتحدي السبب التاني الاعتمادية على شريك الحياة الحياة التالتة الفهم المخطئ لقيمة الوفاء فيجي يعتبر الشخص اللي فقد شريك حياته ان اي شيء هيحصل له لازم يحصل لي لكن حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا معنى مختلف عن الوفاء فحضرته لما يحب بقى يما يحب ستين السيدة خديجة هيبقى الحب شكله ايه؟ حب مالوش وصف ظل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حبها وظل وفي صلى الله عليه وسلم لها حتى بعد انتقالها وزواج حضرته ومن باقي زوجاته فكان بعد وفاتها وحتى ابن وفاءه صلى الله عليه وسلم وبروا لها كان يبر اهلها واصدقائها انها كانت وكانت فيحكي بقى عن جمال السيدة خديجة رابع سبب بيخلي الناس التحدي ده يبقى التحدي صعب عليهم الخوف من المستقبل وخاصة الزوجات الحاجة الخامسة كمان اللي بتحصل وبتخلي التحدي ده التحدي كبير قوي طول العشرة انا في الحقيقة عايز اقول نصيحة للي بيفقد شريك حياته اول حاجة لو انت نوي فعلا تعيش عايش على ذكرى خلاص عايش على ذكرى فعيش على انه هو قيمة ومعنى والقيم ما بتموتش والمعاني ما بتموتش والمعاني التاني المهم جدا جدا اللي بيفقد شريك حياته ان انت في الحقيقة تستطيع ان انت تخليه عايش معاك ان انت تحول كل حاجة حصلت بينكم الى معنى وقيمة والمعنى والقيمة ده لما تعيشوا وتطبقوا وتمرسوا في حياتك كل حاجة جميلة عملها تحس ان هو دايما معاك ونفسه بنفسك وقال ودقات قلبك مخلوطة بدقات قلبه والمعاني التاني المهم جدا جدا اللي بيفقد شريك حياته ان انت في الحقيقة تستطيع ان انت تخليه عايش معاك ان انت تحول كل حاجة حصلت بينكم الى معنى وقيمة والمعنى وقيمة ده لما تعيشوا وتطبقوا وتمرسوا في حياتك كل حاجة جميلة عملها تحس ان هو دايما معاك ونفسه بنفسك وقال ودقات قلبك مخلوطة بدقات قلبه لابد ان الزوجين يكون اليوم حياة مستقلة من دلوقتي حياة مستقلة عن بعض العاقل والمتزن هو الذي لا يجعل شريك حياته كل حياته وانا دايما بقول القاعدة دي ان العاقل هو من يجعل حبيبه ليس كل حياته لكي يستمروا معا في كل الحياة الحياة التانية والمهمة جدا 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 ده انا بقول الكلام ده للمتزوجين عشان يلحقوا يعالجوا المسألة دي عشان ما يحصل لهم شهازين مشكلة تانية حاجة ان احنا نستثمر الاوقات اللي بنعيشها مع بعض ونمي مهاراتنا الحياتية عشان نقلل الاعتمادية على شريك الحياة الحياة التالتة والمهمة ان احنا نزيد المناعة الدينية عندنا يعني ايه نزيد المناعة الدينية عندنا لازم نتعود على ان نكون قريبين من الله ونعيش حياة ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماله الذي نشره في الحياة يا رب اجعلنا من هؤلاء من اهل الرشد والصلاح والحكمة عشان نقدر نعيش حياتنا مهما كانت الصعوبات اللي بنعنيها وحتى لو انتقل احبابنا فهم انتقلوا الى غرفة قريبة وانتقلوا الى حياة موصولة بنا فهم لم يذهبوا الى العدم ولكن نستطيع ان نحيا معهم حياة جديدة مشتركة لها قوانينها ولكن نحن لم نعدمهم ومازالوا قريبين وما زلنا نستطيع ان احنا نتصل معهم